الاهلي بيكسب بقى اي حد علشان الروح اللي موجودة ما بين اللعيبة علشان الشكل اللي موجود ناس كانت بتقول اصلي فلان اصلي علام بيها تظاهر بدا حمول عبد الماني مكاربا كان عنده ازمة انت سألتيني فيها الحلقة اللي فتت قلتلك كان اضد الفكرة وانه كان لازم يسافر النهاردة انه التزم وتواجد الصبح في مرارة المستبعدين بعدين ييجي بالليل يتواجد مع اللعبين بالحالة والشكل اللي ظهر عليهم لو الحالات موجودة نلحق الصور موجودة نلحق نعرضها وبعديهم الحالة اللي ما بين وسام ابو عالي ومودست سواء بعد تسجيل مودست او بعد تسجيل وسام او حتى الكلام اللي بعد المباراة ده كان الكلام قبل المباراة كريم وكلام ما بين الشوطين عفوا كلام كهرباء المودست على طول قبل ما يدخل والروح اللي موجودة ما بين مودست ووسام بعد ما اسجل الحالة اللي موجودة والكلام اللي ما بين اللعيبة وحاسين باهمية والكهرباء وهنا بكلمك على حالة نفسية اللعيب الراجل قال له انت فرصتك معي هتقل وانا بحقيك يا كريمة على كلامك اللي انت قلتم برح او ده اللي حصل بالضبط حرفيا يعني ان الراجل هو ما استبعدوش ولا اي شيء هو قال له فرصتك هتقل فده العيب بيقوله فرصتك هتقل الاتنين المهاجمين اللي في الملعب سجله الاتنين المهاجمين اللي موجودين في القائمة على حسابه سجله سواء وسامة ابو علي او مودست ودي الحالة بتاعت اللعيب ومسندته الباقي زميله عشان كده الاهلي طول الوقت الفرقة بلغة الكرة مسكة نفسها وقط اللبس مسكة نفسها لحد بعيد ده اللي بيخلي الاهلي النهاردة وغيب عنه تمنى عناصر منهم سبعة أساسين بيكسب بمنتازه حلوة حلوة اللقطة دي